أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودينيبرو وبيتروفيسك بصواريخ عالية الدقة أكدت الوزارة تدمير 67 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية مشيرة إلى استهداف مستودعات للوقود وسط أوكرانيا كانت تزود وحدات أوكرانية شرق البلاد ووسطها كما أعلنت الوزارة إسقاط مروحيتين من طراز 124 إلى جانب 24 طائرة مسيرة يوم أمس كانت السلطات الأوكرانية أكدت تعرض مدن وسط البلاد فجر اليوم لقصف روسي دمرت على إثره بنية تحتية ومباني سكنية ذكرت السلطات أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للمنية التحتية في بولتافا فيما أغارت ثلاث طائرات على منشآت صناعية في كيرمنشوك وفي منطقة دينيبرو جنوب غرب البلاد أكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية مما أدى إلى إصابة شخصين وأحداث دبار كبير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة